موسيقى مرحبا يا حلوين و ألف أهلا وسهلا فيكم من فيديو جديد طبعا ياما الفيديو سيكون عن العجزة جديدة طبعا هاي بتكون الحلقة الثالثة و احتمال انها تكون الأخيرة ما بعرف الصراحة و احتمال كما انها تكون طويلة و احتمال كما انها تكون أخرى المهم قبل نبدأ بالفيديو لا تنسوا الايك وتشاركو و سبسكري بالكومنت و نشر شتاق مريمو حسب نتصل مرحبا 20 ألف مشترك و لكن سنبدأ بالفيديو يا الهي ما أفعل الآن لابد أنا أن أكتشفت حقيقتنا بأننا ندخلنا الغرفة و تريدوا الآن أن تقتلنا و معشابه علىين أفكر في شيئا مع أختي أختي ماذا تفعلين أختي ها ادري انا تلك العجوز انها بالفعل اكتشفت شيء حسنا لا اذا قد لا باعث حسنا لا تخافي اسمع دي خطة ما هي رديكي هاتف هنا صحيح لقد اعطتك تلك السيدة هاتف تتذكرين اجل اتذكروا هذا لا اجي انا هو اذا هيا نبحث بسرعة هناك لا اجي اتذكروا انه كان في الخزانة اعتقدوا هذا حسنا اذا نرى اين هو لا يوجد شيء كيف كان هنا انا قد وضعته انا متأكدة من هذا يا الهي اي مكتب انها قد اخذت لا ادري يا الهي حسنا اذا هيا نذهب لكي نبحث عنه بصوت ملخفت حسنا لا تصدري اي رجعة انا نائمة اعتقدوا هذا حسنا اذا هيا بنا هيا وبعد ما بحثوا طويرا عن الهاتف اهي الهي انه هو علينا اجد الهاتف كي اتصل برعاية الميتم لكي تأخذنا مجددا لا اريد ان ابقى هنا اي مدة طويلة اختي لم اجد ماذا كيف ماذا نفعل الان اذا لا ادري اختينا خائفة لا تخافي حسنا سوف يكون كل شيء على ما يرى ما تفهمين حسنا اذا افهم هذا لكن اهنا ممكن ان يكون لا ادري تعالي ابحثي في الحديقة كلا لم افعل حسنا اذا هيا تعالي لا يوجد شيء هنا ايضا ماذا نفعل الان لا ادري اخشب ان اخذته وكسرته وما شابه حقا اذا انت علي هيا اللي نذهب لكي نبحث عنه في مكان اخر هيا اختي ماذا تفعلين هنا هم اتبحثون عن شيء ما اعقل بانكم تبحثون عن الهاتف صحيح كيف لماذا كلا طبعا كلا اختي لقد عرفت هذا اصمتي هم اذا اعتقدون البعنة النغبية اسرك الهاتف لكي تتصل بصحابة الميتة مملكة لتأخذكم مجددا بعد ان اكتشفتم سري بتأكيد سوف تخبرون نحو الجميع ليس كذلك كلا كلا فقد دعينا لن نخبر احد قعدكم بهذا كلا ايتها الحثى لا انا اصلا لا اتغبكم اتعرفون منازل سوف افعلو ماذا سوف اقتلكم كما قتلت كل الاطفال الذين كانوا هنا لقد قتلتهم جميعا في تلك الغرفة حسنا تلك الغرفة التي اقتلوا فيها الاطفال ومن ثم ابيعوا لحمهم اتفهمون اختنا خايفة كيف كيف تفعلين هذا باطفال انت اصلا عزيمة المشاعر بالطبع انا كذلك فانا عجوزة كبيرة بالطبع يريد تسلي اتفهمين هذا والان سفأكم بقتلكم هيا اذهبوا لغرفتكم وايضا اعرفوا بانه والله يوجد هناك مكان للهروب هنا اتفهمون ان جميع الابواب هنا وللشبابكم مغلقة جيدا حسنا اختي هيا اذهبوا لا اريد ان اسمع شيئا عنكم هيا اذهبوا وفي الليل ما هذا سمعت صوتا من غرفة اختي سوف اذهب الي اختي نها نائمة حسنا اذا سوف اعودوا مجددا يا درم الذي كان سمعته لا ادري ايفترض بي اقوم بقاذي اختي تبدو متعبة حسنا سوف اتركها نائمة تركيني قلنا تركيني رجوكي اسموتي حسنا اذا قد اغمع عليها حسنا اذا سوف اضعها الان في الغرفة وفي اليوم التالي ما هذا اختي اين هي يا درم احسنا سوف اذهب كي اوقذها لانها لا تستيقظ بمفردها اختي الهين هي سوف احسنا اختي الهين هي اختي اين ذهبت اختي انتي ما الذي فعلته باختي ماذا ما الذي فعلته باختيك اين هي اختي انا لا اجدها فعلت ما كانت تستحقه تلك الفتاة اتفهمين ارجوكي فقط لا اعتيني اختي انا لا نخبر احدا لا نخبر احدا اعتك بهذا لقد فات الاوان على اي حال حسنا فتت الغبية ولا تقلقي سوف اأتي سوف اأتي دورك قريبا اتفهمين ارجوكي ما الذي تبعني هذا اختي اين هي لا اصدق هذا من المستحيل ان تقتلها ماذا حصل لهذا اصلا كنت نائمة لا ادري متى الهاتف علينا اجد الهاتف كي اتصل بالمهيطة بسرعة لا استعنا بقى هنا اكثر من هذا حسنا اذا بالتأكيد سوف تتفاجئ الفتاتان لقد ذرتهم هكذا حسنا سوف اركن السيارة هنا حسنا سوف اخرج ترمى هذا الصوت انها تركة سيدة كيف ما الذي حصل اتصلت الفتاة بها اه الهي انتي ما الذي فعلتيه ماذا فعلتم هذرا ما فعلت شيئا لقد اتصلت بصاحبة الميتم صحيح كلها لم اتصل بأي شخص انتم تأكدة اين هو الهاتف لا اعرف انا اقسم لا اعرف تعالي معي اه شعري تركيني تعالي ايتها الغبية تعالي سوف احبتك في غرفتك في غرفة اختك هنا ابقي هنا ولا تخرجي اتفهمين سوف اغلق بالمفتاح ولا تصدر اي صوت اقسم اذا سمعتك سوف اقوم بقتلك وقتل اختك ايضا اتفهمين غبية ماذا افعل الان انا هي ماذا افعل يترى الان انها موجودة هناك في الاسفل يترى لا اعرف لا اعرف كيف اصل الالشبك حسن اترى انا راها سوف اروح الهرب ما تراني يترى يترى عاية الميتم انت سمعينني ترى ما هذا الصوت لا ادري حسن اذا سوف اترق الباب الان والناحية حسن اذا سوف افتح الباب مرحبا ماذا تفعينا هنا ماذا بك يمرتبك هكذا اتيت كي ارى الفتيات فحسب حسنا لماذا مرخض انت لم تفعلي هكذا من قبل انا احب هاتين الفتيات حسنا شعرت بالوحدة نوعا ما كما ان اليوم هي يوم اجازتي لذا صفى اردت رؤيتهم حسنا فانا لا افعل شيئا في هذا اليوم شعرت بالملل الفتيات انهم اجل صحيح انهم انهم نائمون ماذا اشأل ان انهم نائمون كلاهم لي و لورا هذا غريب لكن لا شيء حسنا يمكنك ان تذهب في حسب حسنا لماذا اتيت للتأو على الاقل ضيفيني بشيء حسنا اي ماء اشرب العطش كلا لا شيء ان الماء لقد انقطع حسنا لا يوجد هذا غريب كيف لكن انه لا ينقطع في هذه البلدة اصلا فقط ارحالي انا اريد تنظيف المنزل ايضا اتريدين المساعدة كلا انا بخير هي ارحالي حسنا اذا حسنا اذا الراحل الان اجل اجل هي ارحالي اسمعي اذا استقلت الفتيات من فضلك اخبريهم بأنني كنت هنا ايضا احسنا سوف اخبرهم سوف اخبرهم بأنك تحبينهم جدا ايضا حسنا هي لان كانك الرحيل حسنا اذا انا ذاهبة الى لقاء الى لقاء كلا كلا ارشوك لا ترحالي انا موجودة هنا ارجوك انقضي انا واختي سوف تريد تقتل اختي ارجوك لا تذهبي اسمعيني من غضل ما هذا الصوت لا شيء يمكنك رحيل الان حسنا اذا هذا غريب انا ذاهبة اذا الى لقاء الى لقاء الحمد لله لقد ذهبت الان حسنا اذا سوف اذهب لتلك الفتاة الغبية ذهبت انت ايتها الغبية لم افعل شيئا تسمين نفسك لما تفعل شيئا شعري كنت تكشفين انا اتفهمين اتعرفين ما الذي كنت افعله بك وابا اختك اذا سمعت شيئا لقد شكت لقد شكت بيبي لاني فعلته شيئا لكن الحمد لله انها لن تفعل شيئا اتفهمين بلت علي نهار شكت تركين انا واختي بالطبع كلا سوف اقتلكم اتفهمين حسنا اذا انا ذاهبة الان سوف اقتل اختك حالا تفهمين سوف احضر فقط السكينة من المطبخ واقتلها شكت لا تفعلي بتعدي عني سوف اقتلها واقتلك ايضا بعد ذلك لا تتضلي كثيرا على اي حال انا ذاهبة حسنا اذا ها هي سكينة سوف اقتل وهي واختيها لقد منلت منهم ماذا مرحبا اذا انهم الفتتان ما لا تقصدين ما لا تفعلينها اصلا نسيت ان تغلق الباب من شدتي انك تريدين ان تقتليهم صحيح ما لا تتعنيناها اصلا ما لا تذي انا دخلت الى الباب حسنا كان مفتوحا على اي حال ريني الفتتان حالا انا قلت لكم انهم نائمان حسنا ان قد ناموا كلا انهم فتانيات من المستحيل ان يناموا في هذا الوقت المبكر حسنا نسا لا تتسل السادسة اصلا من المستحيل ان يناموا في السادسة او الخامسة او النصف في هذا الوقت هم لا يناموا ابدا لقد عشت معهم منذ ان اولدوا حسنا انا اعرفهم جيدا انت لا تتدقيني فقط كانوا يشعروني بالتعب حسنا اذا اذا كانوا يشعروني بالتعب اريني غرفتهم اريني وهم نائمون اينهم انا لا استطيعوا الان انا اه كلا بعلت معلاش 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 بستعلي كتير اوك انا نعيد حسنا اذا سوف اتصلتوا بالشرطة على اي حال ماذا متى اتصلتوا بالشرطة هم اه ترك السيدة انا اشكو بالذي تفعله في الاطفال حسنا سوف اتصل بالشرطة الان مرحبا الشرطة اجل انا سوف ابلغ عن القاتلة حسنا عملية خطف وقاتلة حسنا اجل لا عنوان في حسنا من فضلكم تعالوا بسرعة انا خايفة من ان تطلق تقتل الاطفال الموجودون هنا ارجوكم تعالوا بسرعة اجل حسنا اجل من فضلكم اه اجل اذا هذا ما حدث اصلا ليس لديك دليل اني خططتهم حسنا ان لقد تبنيتهم كلا لكن دليل كبير جدا ما هو حسنا قبل ان ارحل عندما كنت في منزلك لقد ربطت بك الجهاز لكي يسجل الصوت حسنا انه في ملابسك عندكمك هنا اه متى حصل هذا عندما كنت تقولين مني ان تطلبون مني انا ارحل وتمسكين بيدي لكي تقوديني الى الخارج لكي ارحل بالسيارة وضعته بك لان انا شككته اصلا منذ ان دخلت الى هذه المنزل ماذا وتعتقديني اني لم اسمع الفتاة ناليها وهي تبكي وتصرخ وتناديني لقد سمعتها بالطبع حسنا تلك الفتاة سوف اقتلكم سوف اقتلكم جميعا هم كلا انتستطيعين الان اين هي الفتيات الان اينها مفتاح غرفة الفتيات حسنا هذا هو المفتاح مفتاح غرفة الورا وهذا مفتاح غرفة لي حسنا اذا انا ذاهب الان سوف تصل للسلطة بعد قليل حسنا اذا اعتقد ان هذه هي غرفة لورا سوف ادخل لورا عزيزتي من الذي لبطكي هكذا على الارض ماذا حين هنا رجوكي ساعدين هنا واختي لقد قلن سوف تقتلون انا حسنا انا اعرف انا اعرف حسنا هيا الان لنذهب لكي نلاحظو الاختكي اه اجل هيبنا اين هي اختكي في الغرفة التي امام هذه اعتقد ان هذه انا لا يجد غرفة غيرها حسنا اذا هيا لنذهب حسنا اذا سوف افتح الباب الان هي من فضلك اسرعي لا اردو ابقى هنا اكثر انا هي ترك لعجوز انها في الاسفل حسنا لقد سوف تصل الشرطة في اي لاحظة منها الان حسنا هيا لقد فتحت الباب هيا لندخل بسرعة اه اختي راعة الميت ما تفعلون هنا اه راقتين لكي نساعدك حسنا حيا سوف نساعدك الان بسرعة هيا لنذهب من هنا اه جالية صغيرتي انا اسفة جدا كل هذا كان بسببي حسنا اه لا بأس لانت لم تكن تعرفين اصلا اه لقد مات الكثير من الاطفال بسببي انا لا اصدق من الذي فعلته حسنا اذا اي اروني انا لديكم اي جروح في اي مكان اه هل قامتك سيدة بضربكم او بفعل اي شيء خلال لم تلحق حسنا لقد وصلت بسرعة لكن كيف عارفتي اه حسنا لانت سوف احكي لكم عندما يصل الشرطة وتلحق تلك السيدة حسنا اخشب انك لانت سلطلت العين ان تفعلي هذا ماذا كيف لانا سوف اقوم بقتلك اه 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 يدهل انا عادت الميتم كيف عادت هذا اتركيها بالتأكيد سوف يأخذوني الان لانا سوف اكون قاتلة وخاطفة بهذا الفعل لكن الان سوف يأخذني الشرطة وصوف اذهب الى السجن حسنا لكن على الاقل سوف اكون بالي مرتاحا بانني على الاقل قد كنت بقاتلة تلك السيدة اه متيات نتنزف كثيرا ماذا نفعل لا ادي ماذا سوف يأتي الشرطة سوف يأتي في اي لحظة الان لا بأس يمكنكم تركي الان والرحيل هاته تقديما اني غبية لهذه الدرجة هاذه المكان اجل هذي هو نمتأكد هين نترك الباب حسنا اذا نهي بنا افتح الباب بسرعة نهى الشرطة بسرعة افتحي بسرعة افتحي وليس فنقوم بقصر الباب هذا هيا احطوا يمتركوا الباب نهى الشرطة بالتأكيد لان هيا فتاة استفترحلونا من هنا لكن نردنا ارحلة معك لا تبكي عزيزتي لورا هرجوك هيته الغبياء الغبياء حسنا مستعد بكم سفأ ذهب للسجن الان لكن انا قتلتك على الاقل في النهاية لماذا لا يفتح احد هيا نكسر الباب هذا حسنا اذا هيا سفأ اكسره هيا مستعد هيا نكسر يبنا ماذا الصوت احدهم قد دخل لقد كسروا الباب صحيح بسفى بكم ايها الاغبياء ارفع ايديك بسرعة من لتفحينا افتحادوا عني احياته القاتلة اذا سوف نأخذك الى السجن الانوان ونقوم بعدامك ارجوكم انها انها طبيب انها تنزف لا تقلق يا عزيزتي سوف نأخذه الان الى المستشفى هي بتعدي هيا الان سوف نأحمله على المستشفى هي بسرعة اجل هي بنا وانتي تفتدها بنا معي للسجن ايها الاغبياء ابتعدوا عني وبس بعدين بعد شهور شفيت رعاية الميتم وبعدين تبنات البنتين لورا وليا وبس هي سعيدة انهم صارت امهم وهاك وبس اتمنى انها تكون عاشبتكن القصة و اذا عاشبتكن طبعا لا تنسوا اللايك واشا سوفكرا والكومنت ونشر حتاغه المريو وحمل التواصل المريم العشرين الف مشترك وبس باي باي شكرا الفيديو الجاي باي باي